اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتعديلات التي تكون عليه وكيف تستطيع قطع الاتصال والاشياء الاخرى التي تكون على هذا التطبيق كل ما عليك فعله الان بعد الدخول الى استعمال الخصوصيات التي تكون عليه يجب ان تعطيه جميع الصالحيات هنا كيف ذلك تضغط عليها من هنا يخبرك ان تضغط على اللون وبعدها مباشرة نفس الشيء حتى تصبح كلها باللون الاخضر مثل هذه يعني استراج تعطي الصالحية الدخول الى الملف طبعا لانك سوف تحمل يعني عليه وتضعه هو الديفولت طبعا كالفون وبعدها مباشرة تختار الخيار الاخير هكذا بعدها نصبحت كلها باللون الاخضر تعود الى الخلفة يفتح معك التطبيق بهذه الواجهة ومنه يعطيك ثلاث يعني الخيارات التي تستطيع التعديل عليها ما بالنسبة الخيار الاول الدايلر هو الذي يكون خاص بالارقام يعني تلاحظ هنا الارقام التي تظهر على هاتفك بهذا الشكل سوف تقوم بالتعديل عليها من هنا مباشرة تضغط على هذا الخيار يخبرك تغيير الـ background او الـ تضغط انت على الـ background يخبرك انك تستطيع ان تضع اي شيء من هذه الامور التي تكون عليها واذا رأت ان تضع صورتك تضغط على pick image ماذا تضغط على pick image تختار اي صورة من صورك تضعها على يعني الكيبورت مثلا للتجربة قمنا بـ ATM بهذه الصورة تضغط على apply انظر معي جيدا الان يعني اصبح الكيبورت الخاص يظهر بهذا الشكل بالنسبة للـ effect او يعني التأثير الذي يكون الى الاعداد نفس الشيء تضغط على keypad effect ويوجد العديد العديد منها تستطيع ان تقوم بتحميلها بمشاهدة اعلان ويوجد التي تعمل بطريقة مباشرة مثلا هذه تضغط على apply مباشرة الان قمنا بالتعديل على الخيارات التي تكون يعني بالهاتف او الدايلر نذهب الان الى color تضغط على color انظر معي جيدا كيف تظهر معك بهذا الشكل تستطيع ان تضع effect هنا خاص بالـ background تضغط عليها يعطيك مجموعة من الفيديوهات هو نفس الشيء pick image تستطيع ان تضع صورتك او تستطيع ان تقوم بوضع فيديو من فيديوهاتك او تقوم بمجموعة من الفيديوهات تختار اي فيديو منها وتقوم بوضعه على ذلك يعني الاتصال مع ان اي شخص يقوم بالاتصال بك يأتيه مباشرة فيديو الخاص بك هذا بالنسبة الى الازرار التي تكون عليه view tutorial للملاحظة يأتيك هكذا الفيديو كما تلحظ يتصل بك شخص تأتي هكذا اذا اردت يعني رفع المكالمة تقوم بسحبه هكذا واذا اردت قطع الاتصال تضغط مرتين هنا يقوم بقطع الاتصال على ذلك الهاتف هذا بالنسبة الى الخيار الثاني خيار الثالث الذي يكون خاص بسويب ايضا نفس الشيء تضغط عليه ويعطيك مجموعة من الامور التي تكون على ذلك الهاتف يعني كيف تقوم keep out يعني keep in keep out يعني كيف تظهر المكالمات او الاشياء الاخرى التي تكون عليه وايضا نضاف ميزة الفلاش تختارها اذا اردت ان يقوم باتصال بك اي شخص يقوم بالظهور الفلاش على الهاتف او يعني يشتعل الفلاش عندما يتصل بك ذلك الشخص اذ كان هاتفك في مكان مظلم سوف تلاحظ الظوء وايضا ابل فلاش فور تستطيع حتى الاختيار اي شخص الذي يظهر معه الفلاش ام تريد ان تضعه كاملا على هاتفك اخي العالي بالنسبة الى الاعدادات نفس الشيء تضغط عليها تكون تلك الاعدادات التي دخلنا عليها بابي في الله هذا هو التطبيق الذي اردت ان اشرحه اليوم اتمنى انه قد ناري اعجابكم لو ناري اعجابكم لا تنسوا نشره حتى تهم فاذا بيننا وكما اخبرتكم في اول حلقة لو كانتك اولو مشاهدة لقناتنا لا تنسى الاشتراك بها تفعيل مع خاصية الجرس الرامض ليصلك كل ما هو جديد لو طلع عليكم اكثر من هذا استودعكم في الله الذي لا تذلوده وسوف نلتقي في حلقات قادمة باذن الله سبحانه وتعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مع السلامة اشتركوا في القناة